اهلا و سلام بحضراتكم مرأة اخرى عزائي المشاهدين كابتن ابو المجد حبدأ معك في الدوري العام ورأيك في مستوى التحكيم في الدوري العام هذا الموسم ما بلاش ما بلاش نتكلم في الماضي يعني شاف كابتن بصراحة ان مستوى التحكيم كان اول 3-4 متشغط جيد جيد يعني فكرة الدفعة الاولانية لرئيس نجلة الحكام مع الحكام الحكام كانت منجزة بشكل كبير جدا لغاية برضو لما رجعنا تاني لنفس الرتم الاولان يا كابتن رجعنا لنفس الرتم اللي هو اي لمسة فاول اي ططش بالقرب في الايد ضرب الجزاء وبدأت تتعمل ضغط على نفسك مع ان انا شايف ان التحكيم كان بداية الموسم لا الموضوع كان مختلف الاتحامات بقت عادية جدا حتى تقنية الفارقون كانوا بقدوها بشكل كويس قوي الناس كانت مركزة الناس ما كانش بتاخد وقت كتير جدا في المراجعة الاخطاء او اللعب فكانت الامور ماشية بشكل كويس ويمكن حتى انت كنت خلاص اللعبة كانت مشت في الاطار ده كابتن حتى اللعبة والاندية والاجهزة بدأت تخش في الاطار ده خلاص بقي القرى السريعة والالتحامات الطبيعية ده جوه الملعب لكن انا شايف ان الموضوع كابتن بصراحة قلب بعد كده برضو شايف اه شايف الموضوع قل تركيز الحكام لأ مش احسن حاجة شايف اني بدأت تبقى فيه اخطاء كمان واضحة شايف اني فيه حاجات بتتعامل مش عارف مش طبعية فلا انا شايف اني برضو فيه عنا بتستفهمه في فترة دي مش عارف انا الحقيقة بتحس ان الدوري قبل التوقف حاجة وبعد التوقف حاجة تادي في كل حاجة في كل المنظومة يعني المنظومة يعني انا بشوف ان التحكيم برضو فعلا على رأيك كان اول 3-4 يعني كانت الدنيا ماشية شوية كويس بعد كده الامور اختلفوا تماما هي قاعدة الست ثواني لسه موجودة وبيتم تطبيقها بزبط في مباراة الاهلي واسموحها هل اسليمان مسك الكرة 13 ثانية بزبط احنا عدنا 13 ثانية والحاكة ما حسبش حاجة انا ما عرفش هل الحاجات دي بتبقى عن جهل ولا عن عمد ولا انا رحية مقدرش اتكلم في هذا الامر لانه او احنا دايما بنتكلم في مثل هذه الامور لكن انا مش عارف هو ده جهل ولا عمد ولا انت مش اخد بالك ولا بتطنش ولا ايه اللي بيحصل يعني اكيد اكبت ان انا شايف ان هو بقى برضو معظم الحاجات اللي بتبقى زي كده او الحالات الزي كده ممكن بتبقاش في تركيز الحكام خاصة ان هي ما بتتكراش كتير او انا كفريق زنب ايه المفروض يعني انا كواعد بشجع النادي الاهلي حصل في اي نادي في مصر وانا بشجع مثلا النادي ده في مصر وده حصل ان الحارس المرمى مثل كرة 13 ثانية مش مش مثلا سبعة ولا تمانية ولا تسعة ولا عشرة 13 ثانية يعني فيه قد يعني هو المفروض 6 ثواني هو واخد ضع في الوقت بالظبط والحكام ما اخدش باله فبعد ايه برضو كابتن ايه نفس برضو الفكرة بتاعت ان بتبقى مثلا فيه فرقة كسبانة من الطبيع ان فيه ناس بتحب تهد اللعب فالحكام بتبقى ماشى في القطار ده طب اللعب يقع يروح منزله الطقم التبه هو اصلا ما فيهوش حاجة يعني فيه حاجات انت كحكم لازم تقراها بعينك صحيح اللعيد دوت فعلا مصاب هل فيه حاجة حصلت تحتاج ان هو فعلا توقف اللعب صح ولا هو الطبيعي ان هو بيحاول يهد اللعب يعني انا بقول يعني الحالات اللي زي كده كابتن لو حكم مرة في مرة مشت ما حاجة يقع صحيح يعني الناس هتبدأ تشتغل ان انت محتاج برضو في معظم الوقت اللعب يا كابتن يمشي والفرق تشتغل يعني الامور تبقى حسن من كده seçحمت وبدأ ال شكرا علم